مستشفى محمد بن زايد الميداني في مدينة هاتايب الريحانية بتركيا أصبح جاهزا لاستقبال المرضى والجرحى جراء الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد منذ 15 يوما المستشفى يضم أسرة لحوالي 200 مريض بالإضافة إلى 20 وحدة عناية مركزة تبلغ مساحته 2000 متر مربع مجهزة بغرف عمليات ومختبرات وخدمات الأشعة السينية المستشفى تم تجهيزه في غضون خمسة أيام فيما سيعمل فيه أطباء وممرضات أتراكة لعلاج الحالات الحارجة من المصابين بسبب الزلزال المستشفى سيبدأ العمل في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وسيستقبل المرضى على مدار الساعة ويأتي هذا المستشفى ضمن جهود الإغاثة الإماراتية المستمرة في تركيا بعد الزلزال ويقع في منطقة الريحانية بهاتاية ترويش الطويل سكاي نيوز عربية من الجنوب التركي بمنطقة الريحانية بهاتاية ترجمة نانسي قنقر